مؤكد أنه حتى النقلة النوعية المهمة لمجلس الإدارة الحالي أحداثها بتأسيس التلات شركات المساهمة سواء شركة الأهل لكرة القدم أو شركة الأهل للمنشآت الرياضية أو شركة الأهل للخدمات الرياضية التلات شركات انبثقوا من خلال لايحة النظام الأساسي يعني لايحة النظام الأساسي وفرت هذا الغطاء القانوني الحمد لله كان في إسراء طبعا القانون زمان كان لا يسمح فالقانون بعد ما سمح بأن الأندية تبقى مساهمة في شركات استثمارية دي كانت فرصة لنا أن نعمل الشركات نفسها لتنقل النادي الأهل يبقى عملاق اقتصادي النادي الأهل لما يكون قوة اقتصادية جاملة هتؤثر على كل حاجة خدمات النادي أنشطة الرياضية كل حاجة في النادي فكان ده في تركيز عليها جامل جدا أن دي تكون موجودة في اللايحة وفي نفس الوقت تكون أنت كنادي أهلي تمتلك الحصة الحاكمة ليه تداركا لأي وقت من الأوقات على مدار الزمن ما يبقاش فيه حد معين مثلا كفرض متحكم في النادي الأهلي الذي يعني النادي الأهلي بيمتلكه في الآخر آلاف الأعضاء وملايين الجماهير يعني كان لازم فيه احتياط جامل جدا للحتة دي فالحمد الله بعد ما حطينا الكلام ده في اللايحة وتم الموافع عليه من الجماعة ومية الدورة دي بدأنا على طول في إنشاء التلات شركات قامت من المجتمع ورموز على رأس هذه الشركات وعلى طول الحمد لله ورأس مالها تم بدء بالرأس مالها الجديد اللي هتبدأ شغل به على طول فيه تعاون بين المجلس الإدارة ومن الشركات دي الجزئية دي اللي هتنقل للنادي الأهلي للجزء الاقتصادي إن شاء الله اللي هيبقى يليق بالنادي الأهلي وجماهيره وبأعضاءه شكرا للمشاهدة